اشتركوا في القناة وقفنا لما الأبطال والأمهات بيخططوا للخطوبة بسم الله نبدأ حلقتنا في صباح يوم جديد داخل المعسكر في مكتب الفرقة جالهم تليفون من القيادة بالرغاء لمقر الإدارة والوحش راحوا الإدارة وقبل وزير الدفاع ووزير الداخلية وسألهم عن مدى تدريب المهندسين والدكاترة علشان المهمة وصلوا الحدفين والفرق قدم التقارير بكل التدريبات البدنية والرياضية وكمان قالوا آخر أسبوعين في المعسكر هنعرفهم أنه هم بعد اكتياس كل اختبارات دي وأول عشر منهم هيطلعوا معنا في المهمة ولازم يستعدوا ووزير الدفاع قال طب عملتوا الخطة اللي هتمشوا عليها وراد رد عليه أيوة يا فندم كله تمام ووزير الداخلية قال طب والزباط اللي تبعنا في أي حاجة من نحيتهم لا يا فندم كله تمام وفي نهاية المعسكر هنختار الله يطلع المهمة معنا تمام طيب وانتو حددتو مين هيبقى معاكم أيوة يا فندم فارقنا كله بالطاقم الأديم والجديد يعني ايه الطاقم الأديم مش فاهم يا جاسر طاقم الأديم اللي هم كانوا معنا في الفرقة وبيطلعوا معنا المهمات من زمان المقدم آية الشازلي والمقدم إسراء الشازلي والرائد نور والرائد حبيبة والرائد شروق والرائد تقى طب هم عارفين ولا لسه محدش قالوهم لا يا فندم بس هم عارفين انه هم لسه على قوتنا وبعدين دا واجبهم تجاه بلدهم تمام يا جاسر يا ريت تنجز الرئيس مهتم بنفسه بالموضوع ده لانه في نقلة كبيرة جدا للبلد تمام يا فندم طب والمهندسين اللي معاكم هيقدروا على المهمة دي أيوة يا فندم أقل مهندس فيه مواخر ماجستير في التنقيب ومعنا كمان كبير مهندس التنقيب مع المهندسين الصغيرين كل معمول حسابه يا فندم ان شاء الله ربنا معكم يا وحوش طول عمركم قد كلامكم ربنا الموفق والمستعان وبعدها هم يشيوا الوزراء مع دا وزير الدفاع وزير الدفاع قال جاثر نعم يا فندم المهمة دي هيبقى فيها ناس من دول تانية لازم تبقوا عارفين انه كل وسائل اعلام هتهتم بالموضوع ده وعارفين اهميته لدولة مصر لازم تبقوا مستعدين كويس جدا اكيد يا فندم احنا بقلنا شهرين ونص كل اللي معانا اكتازوا الاختبارات بجدارة والتدريبات اللي جايه هتبقى للمهندسين والدكاترة في مجال عملهم واللي هيدربهم مهندسين من عندنا من قوات المسلحة ودكاترة من مستشفيات القوات المسلحة والجوابات وصلت لهم النهاردة والكل هيبقى موجود من بكرة في المعسكر ربنا معكم وانا واثق فيكم يا وحوش يلا سلام والوزير مشى والوحوش دخلوا مكتب رعد الحديدي والكل اكتمع واتكلموا على المهمة وجاسر قال لهم لازم نرجع المعسكر ونستقبل المدربين وقاموا وخرجوا وراحوا المعسكر وفي مكان تاني في مستشفى القوات المسلحة الجوابات وصلت بكل اسماء الدكاترة الموجودة في فرقة الوحوش وكل دكتورة استلمت الجواب وعرفوا ان هم مطلوبين للتدريب وان في مهمة جديدة وهم عايزينهم علشان كده ايات تصلت بالبنات وقالت لهم ان هي جالها جواب وباقي البنات قالوا لها واحنا كمان شكل في مهمة جديدة واحنا دخلين عليها علشان كده طلبونا للتدريب المعات بكرة يا بنات تمام بكرة ان شاء الله نتقابل ونروح على المعسكر لا هم هيبعتوننا عربيات لينا واكيد هنتقابل في المكان بتاع كل مرة يلا بقى سلام علشان نشوف الحالات اللي معايا علشان نلحق نجهز ونروش رو قالوا طب احنا هنروح نعمل ايه ايه انتو متزباط في الجيش المصري ولا ايه وقت ما يطلبكم تبقوا جاهزين ايه وصح تمام كل واحدة بقى تتصل بجزهة وتبلغوا تمام ويافلوا مع بعض واتصلوا بازواجهم وبلغوهم انهم هيجوا بكرة وازواجهم قالوا لهم تمام توصلوا بالسلامة وكمان الاوتوبيس هيجي ينقلكم لمكان المعسكر سلام ويافلوا مع ازواجهم وكل واحدة فيهم راحت شافت الحالات اللي معها وسلمتهم للمساعدين بتاعهم وبعدها كل واحدة رجعت بيتها لتجهيز نفسها للذهب للمعسكر وبعد ما جهزوا كل حاجة محتاجينها بعدها ناموا وجه فجر يوم جديد صحوا من نومهم وتودوا وصلوا فرضهم وتقابلوا وراحوا مكان الاوتوبيس الزوجات ركبوا وتفجوا بازواجهم في الاوتوبيس طبعا اتبسطوا وعرفوا قد ايه انه هم مهمين ليهم اول واحد استقبل مراته كان حمزة نورت يا نورة قلبي ده نورك يا حموزي يا لهوة على حموزي دي يا بيت انا عايزك عسكر بدل وربنا واللي يحصل يحصل اصلي انت وحشاني موت وربنا انت اكتر يا حموزي تاني يا بيت تتهد بقى حاضر هتهد نسيبهم يا حبوا في بعض ونروح لقابل تاني شرؤوا محمود حمد الله على سلامتك يا دكتورة الله يسلمك يا سيدة العقيل وحشاني يا شوشة انت اكتر يا حودة وعادوا مع بعض نسيبهم ونروح لقابل تاني رادوا اسراء ازايك يا رادي باشا الحمد لله يا قلبي الباشا وحشاني يا ساسا وانت اكتر يا يونساسا عارفة احلى حاجة ان احنا نفتكر ايام معرفتي بك وان هي كانت من احلى ايام عمري واحلى ايام عمرنا كمان نسيبهم يستعيدوا ذكرياتهم ونروح لقابل تاني احمد وتو نورت يا قلبي ده نورك يا حبيبي عامل اي يا توتا وحشاني اوي الحمد لله تمام وانت اكتر يا ميدو ويفضلوا يحبوا في بعض نسيبهم ونروح لحبيبي ومالك من وراء يا سادة الرائط ده نورك يا ملوك يعني انا بقولك يا سادة الرائط وانت بتقوليلي ايه يا ملوكي طبعا ملوكي انا وبس طبعا يا قلبي ملوكي نسيبهم ونروح للقابل العائل بتاع روايتنا ايه وجاسر ايه اللي خلكم تيجي تاخدونا انت زعلان ان احنا جينا او ايه لا خالص ده انا انبسطت ان انا شفتك وفرحت اوي انا اتصلت بك امبارح وما قلت ليش ده بس اللي انا استغربته انا قلت عاملها لك مفاجأة احلى مفاجأة دي ولا ايه مستعد لتدريب الولاد انا مش عايز دلعي ايوش اكيد طبعا مستعدة على فكرة حضرتك بتكلم مقدم في الجيس سيادتك هو انا تدريب الوحوش صحة ولا ايه ولا ايه ها 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 وفضلوا يضحكوا قلوا ما فقوش غير على صوت وكلهم اتخدوا والبنات بدأوا يصرخوا وطلب من السوا انه هو يقوم وهو ياخد مكانه ويسوق وهو وراد ومالك وحمزة واحمد ومحمود بدأوا يضربوا بالفرفر وفي ضرب على الاوتوبيس ويجاسر بي حاول يجرب اقصى سرعة ويبسط للبنات انتو مش متدربين وكل واحدة متدربة على ضرب الفرفر يلا يلا ساعدهم وبطلوا عياد وتفضلوا كل واحدة تطلع الفرفر بتاعها يلا وكل واحدة طلعت فرفرها وبدأت تساعد جزها وجاسر دخل في منطقة امان جوا عربيات دعم من الشرطة والجيش وساعدوهم على النزول من الاوتوبيس وركبوا وركبوا العربيات المصفحة ورجعوا تاني المقر الادارة بس بعد فرقة الدعم ما أبضت على اللي كانوا بيدربوا عليهم بس للأسف نور وقعت وتصابت هي وحبيبة ومحمود واخدوهم على المستشفى العسكري ويدخلوا لعمليات استوك لا حد هنا ونكمل بكرة دمتم في امان الله بس استنوا قبل ما تمشوا دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك عليها قصص جديدة وجميلة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة